لحضراتكم شفتوه فيلم حلم جديد هبار عن رصد الجهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي والاهتمام غير المسبوك من الدولة بالتنمية المشتدامة بالثروة الحيوانية خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الدكتور عادل التراس أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراع جماعة القاهرة ومستشار وزير الزراع لتحسين السلالات صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فن يا أهلا بحضرتك منورنا في البداية قد يتساءل بعض إيه هو التحسين الوراثي أو السلالات الجديدة اللي بيتم استخدامها دي هتعود علينا بإيه حاضر بسم الله الرحمن الرحيم المقصود بالتحسين الوراثي هو تغيير تركيب الكائن الحي وذلك بغرض زيادة الإنتاجية تحسين الجودة مقاومة الظروف البيئية المعاكسة هذه الظروف البيئية المعاكسة قد تقوم أمراض أو حشرات أو فيروسات مما يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجية الكائن الحي خاصة في الحيوان نقوم بعدة عمليات أهم هذه العمليات هو ما يسمى بالتلقيح الإصطناعي لأن محاور وزارة الزراعة الأساسية خمس محاور هي إنشاء قاعدة بينات التحسين الوراثي للسلالات ثالثاً التلقيح الإصطناعي رابعاً إنشاء مراكز أجمال الألبان ولقد قامت الدولة بإنشاء العديد من مراكز التلقيح الإصطناعي حيث يوجد لدينا في الوزارة أربع مراكز أساسية وهي مركز العباسية مركز بانسويف مركز سخة مركز العمليات هذه المراكز الخاصة بالتلقيح الإصطناعي تم تزودها بـ 630 نقطة من نقاط التلقيح الإصطناعي هذه النقاط تعمل على تحسين الصروة الحيوانية من خلال استجلاب أو إنتاج القصيبات الخاصة بالسائل المنوي المجمد ثم توزيعها في نقاط التلقيح الإصطناعي ثم نقوم بعد ذلك بحقن هذه القصيبات من السائل المنوي في إناس الحيوانات فيؤدي ذلك إلى إنتاج أفراد جديدة لماذا؟ لأن السائل المنوي يكون من طلائق مميزة إنتاجياتها عالية فنحن في جمهورية مصر العربية إنتاج الألبان في الأبقار المصرية لا يتعدى 2 إلى 5 كيلو جرام في اليوم لرأس المشايا الوحيدة في المشايا الوحيدة 2 إلى 5 كيلو جرام في اليوم الأبقار البلدية الأصيلة أما الأبقار الأجنبية مثل الهولستاين أو السيمينتال أو الموم بليارد فإنها تتعدى 40 إلى 50 كيلو في اليوم من أجل ذلك نقوم بإحضار السائل المنوي الخاص بذكور تلك الحيوانات مجمدا إلى جمهورية مصر العربية ثم توزيعه على نقاط التلقيح ثم يلقح بعد ذلك الإناس بهذا السائل المنوي النتيجة تكون في الجيل الأول يزيد معدل إنتاج اللبن من 7 إلى 10 كيلو جرام في اليوم والجيل الثاني أو الثالث يزداد الإنتاج من 15 إلى 25 كيلو جرام طيب يعني وحنا نتكلم على هذا المشروع اللي تم افتتاحه أمس طبعا سيادة الرئيسة بن فتاح السيسي افتتح مشروع ضخم الحقيقة مش بس في مدينة السادات ولكن في عدة محافظات أخرى عايزة أعرف من حضرتك هذه الخطة وهذه المشروعات لأي مدى هتفيد مجال الثروة الحيوانية تحديدا كما ذكرت سابقا أن إنتاج الحيوانات المصرية قد يكون ضعيف إذا مقلنا بالحيوانات العالمية فمن خلال التلقيح الاصطناعي أو من خلال برامج التخدية الحديثة يمكن لنا زيادة هذا الإنتاج فلو حسبنا أن إنتاج الحيوان الواحد إذا كان معدل إنتاج 5 كيلو في 300 يوم إذن يعطيني حوالي طن ونصف من الألبان بينما الحيوان الخارجي أو الأجنبي إنتاجه 40 في 300 يعني يعطي 12 طن فيمكن لنا أن نقارن 12 طن ب 1.5 مليون 1.5 مليون طن طرق شاسة أيضا عجوري التسمين التي تربى من أجل الزبح معدل التحويل فيها في السلالات المصرية من 7 من 10 إلى 8 من 10 كيلو جرام يوميا بينما في السلالات الأجنبية يزيد هذا المعدل من 1.5 إلى حوالي 2 كيلو جرام ونحن نعمل على زيادة معدل التحويل في السلالات المصرية بحيث يصل إلى 1.2 أو 1.5 هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاجه هل ديفانم لي علاقة كمان بالأعلاف؟ نعم الأعلاف ركيزة أساسية في إنتاجه الحيوان وكما نعلم جميعا أن الأعلاف العادية تقليدية ولكن حديثا هناك علاقة قوية بين ما يسمى بتركيب الأعلاف سواء من المواد المعدنية أو الأحماض أو الفيتامينات والجينات الموجودة في الحيوان المستقبل لتلك الأعلاف وإنتاج اللبن واللحم في النهاية تلك منظومة أساسية حاليا في مراكز التربية الخارجية حيث يربط بين تركيب العلاف الجينات المستقبلة إنتاجية اللبن وإنتاجية اللحم صناعة إنتاج اللبن وصناعة إنتاج الحيوان تلك منظومة أساسية لم يعد لدينا الاعتماد فقط على الأعلاف التقليدية أعلاف التقليدية موجودة ومطلوبة ولكن نربط بين تركيب العلاف جينات الحيوان إنتاجية اللبن واللحم عظيم طيب في توجهات من سيد الرئيس بسياسة استبدال وإحلال للسلالات الجديدة مكان السلالات القديمة الموجودة عايزين نفهم ده أكتر هل بيتم استبدال طبعا في المشروع القومي اللي بتيله بيتم استبدال العجول اللي موجودة عند صغار المربين بسلالات أخرى حديثة ولا إيه اللي بيتمه بالضبط؟ بالنسبة للإحلال والاستبدال كما نعلم جميعا قصائص الصرور الحيوانية المصرية متوضعة خاصة في الأبقار لذلك فإننا نعمل على إحلال السلالات الأجنبية محل السلالات المحلية ولكن يجب أن نضع في الاعتبار الظروف المناخية التي تتوافق بين السلالات الأجنبية والمناخ النصري فيتم الاستراد من أماكن تتوافق ظروفها المناخية مع الظروف المناخية المحلية أيضا فإن السلالات الأجنبية التي يتم استرادها تكون من مراكز علمية معروف عنها الخصائص الوراثية الكاملة لتلك الحيوانات من حيث انتاجية اللبن وانتاجية اللحم ومقاومة الظروف البيئية الموجودة يجب أن ندرس أو يكون لدينا كافة الخصائص الوراثية الخاصة بهذه الحيوانات طيب دكتور يمكن الحقيقة أنه قطاع الزراعي بجكل عام على مدار الثمان سنين اللي فاته شهد نهضة كبيرة جدا بما نحن نتكلم دلوقتي على الثروة الحيوانية بالتحديد عايزة أعرف من حضرتك محاور التنمية المتعلقة بتحسين الثروة الحيوانية والعوائق وإيه يعني الخطوات أو الحلول دلوقتي اللي احنا بنحاول أن نحن نقدم العوائق التي تتواجه الثروة الحيوانية حاليا أولها الأعلاف ونقص الأعلاف لأننا نعتمد في التغذية الحيوانية حاليا على الخارج يتم الإستراد فولوسوية ويتم الإستراد الزورة الصفرة من الخارج أي أن أعلاف المناسبة للتربية الحيوانية ليست بأيدينا إنها من الخارج لذلك فنحن نعمل على زيادة إنتاجية الأعلاف أما عن أيضا فإن نقص المياه يعتبر أيضا نقطة أساسية بالنسبة للتربية ليست لدينا مراعي مفتوحة حتى يمكن الحيوانات تتغذى بحرية ليست لدينا المساكن المناسبة الكاملة نحن نبغي المستقبل الجيد الممتاز للإنتاجية فإذا طلبنا هذا المستقبل الجيد المتميز للإنتاجية يجب أن نوفر السلالات المناسبة وراثيا وعليت الإنتاج يجب أن نوفر الأعلاف المناسبة التي تتوافق مع جنات الحيوان يجب أن نوفر الرعاية البيطرية المتميزة لهذا الحيوان يجب أن يكون هناك علاقة قوية بين كافة عوامل الإنتاج التحسين الوراسي وإنتاج السلالات منظومة متكاملة يدخل فيها التركيب الوراسي الحيوان يدخل فيها الرعاية البيطرية المتكاملة الحيوان يدخل فيها صحة الحيوان يدخل فيها التناسليات الخاصة بالحيوان يدخل فيها الظروف البيئية المناسبة يدخل فيها المساكن كما سمعنا جميعا قبل ذلك أن هناك عوامل بيئية جانبية كسماع الموسيقى كتحسين المسكن كلها تؤدي إلى استرخاء لجينات الحيوان فتعمل بكفاءة عالية في مجال التغذية ومجال إنتاج اللحم واللبة عظيم جدا حضرتك قلت أننا عندنا أربع مراكز للتلقيح وليهم مجموعة كبيرة من النقاط للوصول إلى المجارعين هل هذه النقاط موزعة على مستوى الجمهورية بحيث أننا نستطيع أن نصل لكل المجارعين وصغر المربين نعم هذه المراكز الأربعة كما ذكرت سابقا موجودة في العباشية سخة بنشوية في العمرية نقاط التلقيح للصناح أكثر من 630 نقطة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية ولقد تم توزيع حوالي 2.6 مليون جرعة سائل منوي على هذه النقاط جميعا وتم وجود إيجابية لهذه العمليات الخاصة بالتلقيح في حوالي مليون حيوان من هذه الحيوانات كل هذه الحيوانات أو المليون حيوان ولا إنتاجيتها في الجيل الأول في الجيل الأول الجيل الأول سوعة قفزة قفزة في إنتاج اللبن وإنتاج اللحم أما الجيل الثاني تكون القفزة أكثر وأعمق وأكثر ولكن ما يحدنا في هذه النقطة فخامة الرئيس يبغي إسعاد الشعب المصري ونهوض به جليا ولكن الذي يحدنا فقط هو العوامل البيولوجية فالحمل في الحيوان عشر شهور لا يمكن تلقيح الحيوان قبل سنة ونصف تلك هي العوائق ولكننا نجتهد ونحاول جاهدين جميعا أن نخطو خطوات التي ترتبط بعملنا فقط ولا ننسى أن إنتاجية الحيوانات المهندسة ورسيا الموجودة في الخارج استغرق إنتاجة أكثر من خمسين عامة ونحن نختصر الوقت بأن نحصل على تلك السلالات من خلال القصيبات الخاصة بالسائل المنوي بدل أن تظر أنا تجارب خمسين أو ستين سنة أنا بأخذ على طول دلوقتي السائل المنوي من خلال القصيبات واستخدمه في التلقية الموجود في مراكز التربية عندنا ولا ننسى أن ننوه أن الجموس المصري متميز إنتاجيا من حيث إنتاج اللبن وإنتاج اللحم ومقاومة الظروف البيئية ومقاومة الأمراض وإنتاجية الحيوان ونحن نسعى جاهدين إلى التركيز على الجموس المصري لأنه يعطي من 6 إلى 8 كيلو في اليوم وبالرعاية الطبية والتغذية المناسبة يصل إنتاج الجموس المصري في بعض أماكن التربية إلى 20 كيلو جرام في اليوم ولكن لا ننخدع بأن نقول أننا نصل إلى 20 كيلو في كل الحيوانات وفي كل الأوقات بل نقول فقط أنه ذلك يكون في بعض الحيوانات وفي مراحل زمنية فقط أثناء الحيوانات مع توفير بعض الظروف زي ما حضرتك قلت توفير الظروف والمراعي والأعلاف وكل شيء طيب زي ما حضرتك كلمت يا دكتور أنه من ضمن النقاط اللي نحن محتاجين نحن نعمل عليها الفترة اللي جاية هي فكرة وجود قاعدة للبيانات عن الثروة الحيوانية في المحافظات لو حضرتك تشرح لأستاذ المشاهدين يعني إيه قاعدة للبيانات عن الثروة الحيوانية في المحافظات والرؤية اللي تم أو بيتم دلوقتي تحددها عشان نقدر ننشأ هذه قاعدة للبيانات في السابق لم يكن لدينا أي قاعدة للبيانات وتقوم الوزارة أو قامت الوزارة من قبل ذلك فلدينا تعداد لأعداد الحيوانات في عام 2020 حوالي 6.5 مليون رأس وفي عام 2022 تم ابتعداد ولدينا أيضا حوالي 7.5 مليون رأس أما لماذا يتم توجيه أو لماذا يتم البحث عن قاعدة البيانات لأننا عندما نحصل على ذلك فيمكن لنا معرفة تركيز أين توجد أعداد الأبخار في المحافظات ما هي المحافظات الأعلى إنتاجا من الجموس المصري ما هي المحافظات الأعلى إنتاجا من الأبخار حتى يمكن أن نوجه السياسة الزراعية للرعاية البيطرية لتلك الأماكن الأعلاف المميزة لتلك الأماكن إمكانية استخدام هذه الأماكن في تغذية المحافظات الأخرى إدمية ترشيد أدوات الدولة نهاية تقدر توجيها للأماكن التي محتاجها طبعا حسب الأحكاك بالضبط يعني ترشيد أدوات الدولة للرعاية الطبية للأعلاف للأمصال للقاحات للمحافظات الأعلى إنتاجا في الأبخار أو في الجموس أو في الإبل في النهاية فإننا بيعود على زيادة الإنتاجية بالنسبة للحوم وكذلك الألبان بيعود بالنفع على صغار المربين من خلال المشروع القومي للبيطل وبيعود في النهاية على زيادة الإنتاج وبالنفع على كل مواطن بيقوم على هذه الصناعة نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل أترس أستاذي الهندسة الورصية بقلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات شرفتنا فن شكرا فن